دائما بيأخذنا الحنين إلى الماضي وذكرياته الجميلة وإحنا معنا مجموعة من الصور النادرة لأجمل فنانين زمان أول صورة معنا للعندليب الأصمر عبد الحليم حافظ وبيظهر معاه في الصورة الفنان صلاح زلفقار وصلاح زلفقار من موليد 18 يناير عام 1926 وتوفيه يوم 22 ديسمبر عام 1993 عن عمر 67 عاما سعاد حسني ومجدى الصباحي وبيظهر معهم في الصورة المخرج كمال الشيخ وصورة جميلة وفيها ابتسامة من القلب ووضح أن كان في صداقة قوية بتربط بين سعاد حسني ومجدى الصباحي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبيظهر معاه في الصورة الموسيقار وديع الصافي وديع الصافي من موليد لبنان في 1 نوفمبر عام 1921 وتوفيه يوم 11 أكتوبر عام 2013 عن عمر 91 عاما أمال فريد وصورة جميلة لها في البدايات وأمال فريد من موليد 12 فبراير عام 1938 وتوفيتم 19 يونيو عام 2018 عن عمر 80 عاما صورة جميلة بتجمع بين فنانات الزمن الجميل مديحة كامل ميرفت أمين وصفية العمري وصفية العمري من موليد 20 أكتوبر عام 1949 وتبلغ من العمر 73 عاما مريهان الريس ابنة مديحة كامل وصورة من داخل منزل الفنانة الرحلة مديحة كامل ومديحة كامل كانت فنانة من أجمل الفنانات المصريات وقدمت عدد كبير جدا من الأعمال الفنية المتميزة صورة من منزل الموسيقار الكبير فريد الأطرش وبيظهر في الصورة عدد كبير من النجوم والنجمات من أبرزهم الفنانة نجاح سلام والشحرورة صباح والفنانة مديحة يسري وبيظهر الفنان عبد الحليم حافظ بجانب الفنان فريد الأطرش رشدي أبازة وصورة جميلة له في البدايات ورشدي أبازة قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة ومن أبرز هذه الأعمال فيلم الزوجة 13 مع الفنانة شادية فاتن حمامة وصورة جميلة لها في البدايات وفاتن حمامة كانت فنانة قديرة في كل أدوارها لذلك لقبت بلقب سيدة الشاشة العربية لأن بالفعل كان أداءها متميز جدا في جميع أدوارها نجاح الموجي وصورة مع بنات الأسنين شيماء الموجي وأيتن الموجي ونجاح الموجي اسمه الأصلي عبد الموطي محمد الموجي من موليد 11 يونيو عام 1945 وتوفي يوم 25 سبتمبر عام 1998 عن عمر 53 عاما الملك فاروق وصورة نادرة له أثناء الطفولة وبيظهر في الصورة مع أخوات البنات الأميرة فوزية والأميرة فتحية والأميرة فيئة والملك فاروق من موليد 11 فبراير عام 1920 وتوفي يوم 18 مارس عام 1965 عن عمر 45 عاما نور الشريف وصورة طريفة مع ابنته مي نور الشريف ونور الشريف اسمه بالكامل محمد جابر محمد عبد الله من موليد 28 أبريل عام 1946 وتوفي يوم 11 أغسطس عام 2015 عن عمر 69 عاما عزيزة جلال وصورة جميلة له فيها ابتسامة من الألب وعزيزة جلال اسمها بالكامل عزيزة محمد جلال من موليد عام 1958 وتبلغ من العمر 65 عاما الطفلة ضحى أمير وصورة لها بعد تقدمها في العمر وضحى أمير مثلت خلال طفولتها أفلام قليلة جدا من أبرزها فيلم حياة أو موت مع الفنان عمات حمدي ومديحة يسري وأيضا مثلت فيلم رد قلبي وهي من موليد عام 1946 وتبلغ من العمر 77 عاما محمود عبد العزيز وصورة جميلة له في البدايات ومحمود عبد العزيز اسمه بالكامل محمود عبد العزيز محمود من موليد 4 يونيو عام 1946 وتوفيهم 12 نوفمبر عام 2016 عن عمر 70 عاما عبد الحليم حافظ ونزار قباني وعبد الحليم حافظ غنى من كلمات الشاعر نزار قباني عدد من القصائد وأول قصيدة غنىها العندليب الأصمر كانت عام 1973 وهي كانت قصيدة رسالة من تحت الماء ثم غنى قصيدة قراءة الفنجان ونالت نجاحا كبيرا فنانات الزمن الجميل وصورة جميلة لهم في أحد المهرجنات وبتظهر في الصورة الفنانة صباح ونعيمة عاكف ومديحة يسري ومديحة يسري كانت فنانة قديرة في جميع أدورها واسمها الأصلي هنوم حسيب خليل علي من مواليد 3 ديسمبر عام 1918 وتوفيتهم 30 مايو عام 2018 عن عمر 99 عاما مجدى الصباحي وصورة جميلة لها في البدايات ومجدى الصباحي اسمها الأصلي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن من مواليد 4 مايو عام 1931 وتوفيتهم 16 يناير عام 2020 عن عمر 88 عاما العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ وصورة جميلة له وسط الطبيعة سميرة أحمد وصورة جميلة لها في البدايات وسميرة أحمد اسمها بالكامل سميرة أحمد إبراهيم من مواليد 15 نوفمبر عام 1935 وتبلغ من العمر 87 عاما صورة جميلة بتجمع بين الفنانة فيروز ونيلي وأختها ميرفت وهذه الصورة كانت أثناء كواليس فيلم عصفير الجنة الذي تم إنتاجه عام 1955 والفيلم كان بطولة محمود زلفقار وزم الرضا والفنانة عزيزة حلمي وكان من إخراج سيف الدين شوكت صورة جميلة بتجمع الشحرورة صباح ومحرم فؤاد والفنانة عيدرياد وهذه الصورة كانت أثناء زواج محرم فؤاد من عيدرياد ومحرم فؤاد من مواليد 24 يونيو عام 1934 وتوفيه يوم 27 يونيو عام 2002 عن عمر 68 عاما فؤاد المهندس ومحمد صبحي وصورة جميلة لهما ومحمد صبحي من مواليد 3 مارس عام 1948 ويبلغ من العمر 75 عاما كما أنه قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الكوميدية الهمة جدا إسماعيل ياسين وصورة طريفة له وإسماعيل ياسين اسمه بالكامل إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة من مواليد 15 سبتمبر عام 1912 وتوفيه يوم 24 مايو عام 1972 عن عمر 59 عاما أحمد زكي وسعاد حسني وحسين فهمي وصورة جميلة لهما وأحمد زكي اسمه بالكامل أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي من مواليد 18 نوفمبر عام 1946 وتوفيه يوم 27 مايو عام 2005 عن عمر 58 عاما فؤاد المهندس والفنانة شيوي قار وبيظهر في الصورة والده زكي محمد المهندس وشخيقته صفية المهندس ووضح في الصورة الشبه الكبير اللي بيجمع بين الفنان فؤاد المهندس وبين والده وفؤاد المهندس اسمه بالكامل فؤاد زكي محمد المهندس من مواليد 6 سبتمبر عام 1924 وتوفيه يوم 16 سبتمبر عام 2006 عن عمر 82 عاما ويعد فؤاد المهندس من كبار الفنانين الذين مسلوا في المسرح والسينما والتلفزيون كما أنه كون سنائي مع الفنانة شيوي قار ويعتبر من أشهر السنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي ومن أبرز أعمالهم الفنية مسرحية أنا وهو وهي والسكرتير الفني وسيدتي الجميلة ربنا يرحم جميع فنانين الزمن الجميل رحمة واسعة ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر